حسام غالي واحد من اللعبين المخلصين اللي فعلا يعني خلى بشكل كبير حتة اخلاصه واكتهاده ان الجمهور دايما نتذكره بشكل مميز عشان كده دايما بنقول اكتهد بشكل كبير اعمل كل ما في وسعك عشان تدي نديك وتسعج جمهورك عشان في الاوف الاخد ده بيفضلك بيفضلك ازاي بحب الجماهير اللي احنا شايفينه لحسام غالي كل التوفيين ان شاء الله وانحنا هنتكلم عن مباراة الغد والاستعادات من خلال طبعا نجوم مصر في الستوديو بعد قليل كابتن مار همام وكابتن يعني فوز سكوتي ونتكلم على الجزء الفني طبعا في مباراة الغد وتجهيز الفريق لمباراة كامبالا لكن خلينا لكم قبل ما اروح لفاصل واستابلهم يعني على السوشيال ميديا الناس بتكلم على طبعا النادي الاهلي كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد للفريق ومفيد للنادي الاهلي بتعامل في غرفة ملابس جديدة ان شاء الله للنادي الاهلي هتبقى متواجدة ولكن هتبقى في المدرج الجديد البعض اتكلم عليها بشكل ما بانه حتة ان انا بدرب يعني حتة تحت الحزام ان النادي الاهلي مفروض كان يعمل منقصة الجزئي الاسل اعاز اتوضحها للقوضة دي اتبنت ازاي هي احدى الشركات الرعية للنادي الاهلي هي شركة محمول موجودة بقدة هدية للنادي الاهلي وطبعا كل التأدير للنادي الاهلي وهي عارفة مقدار النادي الاهلي وشعبيته الكبيرة هدية للنادي الاهلي هذه الغرفة فبالتالي عشان الناس بس اعمال تتكلم ان في بعض الامور اللي ممكن تبقى مفروض تبقى واضحة امام الرأي العام او الرأي للصحفيين بخصوص هذه غرفة الملابس الجديد اللي هتكون متواجدة ان شاء الله في الفترة القادمة ان دي هدية من احدى الشركات الرعية للنادي الاهلي ان شاء الله لا هيكون فيها الفريق في وقت ملوقات كل التوفيق دايما للنادي الاهلي وما هو جديد وهو مفيد للنادي الاهلي خلينا نروح لفاصل وارجع اكمل بقى كلامي عن مباراة الغد مهرجان اعتزال الكابتانو حسام غادي مع انجوم مصر حسام موسيقى بها في حالة لطenti